أهلا بكم مشاهدين شاهدني أن نلتقي بكم من الآن وحتى نهاية فقرات المسائية لهذه الليلة وأبدأ معكم هذا المضوع حيث دعت هيئة التحقيق البريطانية في ظروف احتجاز المعتقلات السعوديات والمكونة من برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الكبرى إلى تحقيق دولي في ضلوع السلطات السعودية على أعلى المستويات في تعذيب النشطات السعوديات في سجونها وقالت الهيئة أنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن معاملة السلطات السعودية للناشطات المعتقلات دون مستوى المعايير التي يتطلبها القانون الدولي وقد أصدرت الهيئة تقريرها حول ظروف اعتقال الناشطات مشددة على توصلها إلى خلاصات مؤكدة عن تعرضهن لمعاملة في غاية السوء الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من لندن المحامي والحقوق الدولي السيد الطيب علي سيد الطيب علي أرحب بك ماذا يعني هذا سيد الطيب علي أرحب بك ماذا يعني هذا الموضوع؟ نعم أيضا حتى يتوفر الترجمة للمشاهدين وسنعود لضيفنا لوجود ربما خلال فني سأعود إليه لكن أحب أن أؤكد أنه الهيئة التحقيق البريطانية في ظروف احتجاز المعتقلات السعوديات تدعو إلى تحقيق دولي في ضروع السلطات السعودية على أعلى المستوى في تعذيب الناشطات ومرة أخرى أعيد السؤال على ضيفي السيد الطيب علي سيد الطيب علي ماذا يعني أن تدعو هيئة التحقيق البريطانية في ظروف احتجاز المعتقلات السعوديات إلى تحقيق دولي؟ إذن كما ذكرت هناك ثلاث أعضاء رفيع المستوى من البرلمان البريطاني يمثلون الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب المحافظين وحزب العمال وهم بحثوا في على دلة بشأن ظروف وأحوال المعتقلات النشاطات الحقوقية في السجون ومعتقلات السعودية وما خلصت إليه هذه الهيئة أن معاملتهن هي أدنى من المعايير وفقا للقوانين الدولية والأعراف الحقوقية حيث أننا تعرضنا للمعاملة المهينة والتي وصلت إلى حد التعذيب وأن يصل ثلاث أعضاء في البرلمان البريطاني وأشير إلى أن أحد هؤلاء الأعضاء هو مثل كريستين بلونت وهو صديق للسعودية ولطالما دعم السعودية في السابق إذن ثلاثة أعضاء في البرلمان يصلون إلى نتيجة بأن مفادها أن السعودية ارتكبت هذه الأفعال أمر خطير جدا والأمر لم يتوقف على ذلك فإن هذه الهيئة تعتبر أن مسؤولين رفيع المستوى في السعودية مسؤولون عن عمليات التعذيب والمعاملة المهينة وبالتالي هذا جاء إضافة إلى ما تدعو إليه الأسرة الدولية وهذه الأعياء تطالب الأمم المتحدة بأن تتدخل لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلات والناشطات الحقيقيات وأن يتم التحقيق على صعيد الدولي لمصير هؤلاء والتعرف على مصيرهن والاستجابة لطلبات هذه الأعياء البرلمانية البريطانية نعم سيد طيب علي الحديث عن الإجراءات والأليات عندما تدعو الهيئة ما الخطوات التنفيذية للذهاب إلى تحقيق دولي إذن الآن الأدلة متوفرة وتم مراجعتها من قبل هؤلاء البرلمانيين الثلاث ومؤسسات حقوقية ذات مصداقية وكذلك معتقلون تحدثوا عن المعاملة التي تعرضوا عليها إبانا اعتقالهم إذن كل هذه الأدلة والبرحين ستذهب إلى جهات حقوقية وأممية مثل المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرها من المؤسسات والتي ستطالب بدورها الوصول إلى هؤلاء المعتقلات والسماح للتحقيق بالأمر وتحقيق فيما يتعرضن له من معاملة وهذا أمر في غاية الأهمية لأن نتائج المقررين الخاصين والمحقق الآخر هذا سيضيف أدلة إضافية بشأن مدى التزام السلطات السعودية بالقوانين والأعراف الدولية والمعاهدات الحقوقية والأمر المهم هنا أن هذا الأمر سيكون جديا ومهما جدا بالنسبة لها السعودية لأنه ينبغي أو من المتوقع منها أن تلتزم بالمعايير والأعراف الدولية وإذا ما خلفت هذه الأعراف والمعايير الدولية فإنها ستعرض نفسها لخطر تضرر تعاملها مع دول أخرى في العالم وكذلك ربما يصل الأمر إلى فرض عقوبات على السعودية وقد تطال العقوبات أشخاص سعوديين لا يستطيعون السفر بسبب لإمكانية تعرضهم للملاحقة بتهم ترقى إلى التعذيب سيد طيب علي تحدثت عن تحقيق دول وزيارات أممية ومقررين خاص لكن السعودية ترفض هذا الأمر وتعتبره تسييسا للقضية تعتبره انتهاكا لسيادتها كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ طبعا هذا ما يحدث دائما عندما يكون هناك نظام يعزيل نفسه عن الأسرة الدولية من خلال تجاهله للأعراف والقيمة الدولية فإن هذا لا يمكن أن يستمر إلا لوقت قصير فكلما سلطت الأوضاع وزاد اهتمام الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني تجاه ما يحدث في السعودية فإن هذا سيصعب الأمور على دولة مثل المملكة المتحدة لانتواصل إبراما أو مواصلة العمل مع المملكة السعودية الآن هناك ثلاثة أعضاء برلمانيين يمثلون الأحزاب الرئيسة التلاثة الكبرى يحققون في الأمر وهذا من شأنه أن يؤثر على علاقاتها السعودية بالمملكة المتحدة فأعتقد أنه سيكون هناك حوار وتواصل بين وزارة الخارجية والبريطانية والوزارة الخارجية السعودية وحتى قد يصل إلى تصوير النظام السعودي بصورة سيئة سيما وعرض المزاعم التي تتحدث عن تعرض هؤلاء النشاطات إلى إساءة جنسية والسعودية وهي التي تصدر نفسها باعتبارها حريصة على أنها دولة تسعى إلى إدخال إصلاحات فهذا أمر غير مقبول وهي تمارس مثل هذه الممارسات وهذا غير مقبول بالنسبة للسعوديين ولا حتى الجهات التي تتعامل مع السعودية بشكل عام سيد طيب علي المحامي الحقوقي والدولي شكرا جزيلا لك